موسيقى يا جماعة نازل نهدى شوية ماينفعش كده عشان نعرف نسيطر عن موقف نهدى الزاي بس يا سلمة دي كارثة ومستحيلة هنقوم منها مفيش حاجة اسمها مستحيلة عبدالله ما كانتش ناس رجعت لحياتها بعد الزلزال ايوها زلزال فعلا هو دكتور غنيم اي ده؟ شطان؟ ده إبليس ويام أهان هشام وشان فضل ساكت ولما رد طرده تفتكر هيقدر عليه المرادي؟ بعد الدربة دي؟ أشك السهم وقع فعلا؟ بسرعة كده؟ يا دكتور النيار رعيف والحطة بازت والناس مشتش شفتهم؟ طلعوا صادة نية وهو؟ زبانهم تبخلوا الرعاية اسمع كويس اللي قلك عليه اسرف مكافأة لكل العاملين وبعاتلي المحامي فوراً مايستهيلش كل ده؟ يا وهو مايستهيلش مال مين اللي استهل؟ الرجل كان مفتري ومتفرع ومتحدة ما ربنا عامل فيه اللي عامل ده ما تشماتش في حد يا ابن انت؟ ما شو؟ أكتر حاجة بحباها فيك تبت قلبك دي يا بنتي إحنا واكترين معيش وملح هو صان وقوي وبعدين يا ولد؟ أنا بسرعة أنا مش فرحان في الوحدة أنا فرحان في لطيفة أكتر بقشوف مين اللي بيتكلم يعني انت ناقص ليتكركب لك جناحين ويتعمل لك تمثال يا بص يا جميلة انت هتقلب علينا كمان ما تشماتش في حد وبعدين في الاخر ده يبقى أبو بنتي ماشي أنا ماشي رايحة فين؟ حروحة طب ما تباتي هنا؟ حروحة طمنا على باب يا حبيبتي كان لازم تأمروا حسابكم المستثمرين كبار قوي عندهم كباراء اقتصاد خرجين هارفورد وأكسفورد يا بابا عارفين بس ده اللي حصل إيه بقى الحل دلوقتي؟ مش عارف بس الناس مصدومة جدا في الشام ودي تاني حادثة في حصل والناس دول لو فقدوا ثقتهم فيها هتبقى مشكلة كبيرة يعني طب وبعدين يا بابا ممكن طيب تحاول تخليهم يهدوا عليه شوية؟ يهدوا عليه إيه بس يا ليلة الناس دول عندهم أكبر مكاتب محامات والموضوع اللي حصل ده من الناحية القانونية اسمه كدليس يعني مش بس هيطلبوا بفلوسهم لا ده هيطلبوا بتعويض وتعويض ضخم جدا كمان طب كيفية يا بابا أرجوك؟ أنا تحبت قوي من اللي عملت قلهولي ده بكرا إن شاء الله نتكلم طيب يا بابا أرجوك؟ باي باي من فضلك يا حشام رد علي دكتور جونيم ما دبر لك في ضيفة من فضلك رد علي كميلا بقتت لي فويس نوت بتحذرني فيها وكلمتني جي تلاتين مرة والله وهي بقى عارفت منين إن عزيزة سلطان جاية ما عرفش أنا بقى عارفة وكل اللي حصل ده هيكت على علم بيه كويس جدا وهي اللي نسخت الفيديو وقدت الغنم كمان ولقت إن إحنا رايحين في دهيا كده كده ومفيش حاجة هتمنع الفضيحة إنها تحصل ففكرت بقى في دور بطولة تقوم بيه ما نعرفها دي حركتها ومش مهم إحنا بقى يتخربتنا لإن إحنا مش هنقدر نمنع حاجة أنا ما عرفتش بوصول عزيزة سلطان إلا من ثلاث ساعات حاولت نبه هيشام بس ما عرفتش خلاص يا بنتي قدر الله ومشاه فعل مدام عملت اللي عليكي خش بقى نامي وضميرك مرتاح ضميريح يا ارتاح الزقبس يا بابا أنا اللي موداية الدكتور غنيم الفيديو بنفسي يعني أي مصيبة حتحصل للشام حكون أنا السبب فيها أقولك الحق قول ربنا اللي عمل كده لا أنت ولا غنيم أنت مجرد أسباب يعني تغلط وتبوص وشي الست وربنا سترها معاك والست رضيت بقدرها تقوم تصر على أن تلبس غيرك بلويك وتعمل فضيحة قال ليه ومين يرضى بكده خش خش نامي وسيبي كل واحد ياخد اللي يستهلو يلا حبيبتي ممكن عرف هتفضل كده أدئي؟ إذا أنا عمل إيه؟ أنا خلاص خلاص إيه بس؟ هو أنت أول واحد ولا آخر واحد يخسر فلوسه؟ إيه المشكلة يعني؟ السمع أهم بفلوس بكتير مين هنسق فيها بعد كده؟ مين هتسلمني والشاع بعد ما شافت عزيز السلطان؟ سيب لي أنا الموضوع ده خالص ما تقلعش ممكن تهلا بقى؟ أول حاجة لازم نشوف الخسار اللي خسرناها قد إيه وبعد كده المستثمرين عزين يعملوا اكتماع بينا لازم تفوق اكتماع ليه؟ عشان يفضوا الشركة؟ لا والله ما تخافش، سيب لي أنا القصة دي خالص هتعمل إيه يعني؟ هكلم بابا عشان يكلم المستثمرين يهدوا علينا شوية وأنا كمان هتكلم معهم وهتفق مع أحسن شركة بتاع بيقر في مصر كلها علشان تعمل لنا دعاية تخلي الناس هم اللي يهجموا على المستشفى وهدين كده كده بقى الناس بتنسى انت بتحلم يا ليلة وإيه يعني؟ احنا لزم نحلم ولو الحلم ده ما تحققش أو أشك يا عم في قدرهتي دي رب ممكن بقى تقوم تغير ردومك وتاخد دوش عشان احنا عندنا مواعيدة النهاردة كتير قوي يا رب نخلي كلاي بس اعمل حسابك على حاجة انت اللي هتسوق أنا مش هقدر أسوق عشان البيبي ربنا يخلي كيو يخلي محلش بقى جاي في ظروف صعبة ولا صعبة ولا حاجة بكرة تشوف انها هيبقى وش السعادة عليك وعلي الطامنة دكتور العضية مضمونة تحب حضرتك نطل بتعويض كم؟ انتوا اللي تطلوبوا وانتوا اللي تقرروا برضو مش أنا وبعدين بتطلوا بقى حكاية القضاية مضمونة والحاجات دي الأوراق والملابسات والأحداث والبرنامج بتقول كده أنا عاوز أخرب بيته فاهمين؟ عاوز أخرب بيته اللي حاصل هذا فضيحة كبيرة وضرب لسمعة الشركة والأسهم حضرتك يا دكتور ريشام مش عارف أصحاب الأسهم عاملين إيه وفيه شكاوة كتير متقدمة في البرزة تحايل وتلاعب وعدم ذكرى حقيقة حضرتكو عارفين إن نسونا في الطب زي أي سوق فيه منافسين منهم المحترم ومنهم يضرب تحت الحزام ده عادي يعني لو عندك شك في الفيديوهات اللي انزعت يا أخي أرفع قضية على القناة لا طبعا ساعتها نبقى بنخسر أكثر حضرتك عارف قضية ممكن تعطف المحاكم وقتها قد إيه؟ ساعتها بقى السوشيال ميدي كلها هتبقى عرفت والصحافين هيجروا على بيت عزيزة السلطان اللي ما هتصدق إن هتعمل ضحية فيها وتكذب عليهم علشان تظهر في الأضواء تاني ودي ست مجنونة وبتحاول تبتزينها وأنا مش هستسلم للموضاء ده يا دكتور ريشام اسمعني زين لو في حاجة تقدر تسويها عشان تنجز فيها سمعتك لازم تعملها أنا سمعاتي فوق أي حاجة والمستشفى اللي إحنا عادين فيها دي أنا بنتها من سمعاتي ومن تعب إدائي الشيخ ما يصدش بالعكس اللي عايز يقف جنبك وجنب المشروع هو بقى ده الكلام المزبوط إحنا إزاي نقدر نطلع لقدام ورجع سخة المدين وعصحاب الأسهم أصحاب أسهم مين؟ أنا برأيي الشركة خالي خلاص ماتت وأنا بطالب فورا بفضها وإحنا كمجموعة هنسحب أموالنا برافو عليك حضرتك كده عملت اللي أعداءنا بالظبط عايزينه مرسي قوي أعداء مين يا ستليلة؟ إحنا مالنا في حرب هنا لا طبعا في حرب وأنت لو مش هدفت واجهها مع أنا ما كنتش شاركنا من الأول الشراكة دي كانت مبنية على قسس ما هي موجودة دحين يا دكتور ممكن تهدوا شوي وتسمعوني لو سمحتوا لو انسحبتوا دلوقتي مش بس هتخسروا فلوسكو لا هتخسروا سمعتكو كمان حضرتك أنتم معروف عنكم النخوة والرجولة والجدعانة وبتخسروا سمعتكو للأبد لا حول ولا قوة إلا بالله بس الوضع ما هو بسهل أبدا وما أعتقد أن اللي هو حال بسيطة وأنا بقى عندي الحال فضل يا ريت إيه يرجع السكة ويرفع السهم؟ إن أصحاب الأسهمي لقوا استثمرات زيادة داخل المشروع؟ يعني مثلا نفتح فروع جديدة ده يحسس المستثمر إن إحنا مستقر المادة إيه؟ أنا مش بسدى اللي أنت عملتين إزاي درتي تقنعيهم؟ وأنت متعرفش إن إنت أغلى حاجة في حياتي ولا إيه؟ عادي وإن أنا ممكن نعمل أي حاجة عشان خطرك ولا لأ؟ مش تقولي بقى بليه ومعهد بليه؟ أنا مجد إسمعيني بس اللي إنت عم تدى جميل يا لأي اللي عميه عن سايا جميل إيه بس اللي بتقوله يا شامي؟ عيب كده إحنا اللي اتنين واحد وإحنا اللي اتنين في الآخر بنعمل لابننا اللي جاي في الطريق وإش رحالهم من الكمل؟ ما تشتموش لو سمحت ولا تشتم أبوه عشان أنا بعموت فيه وفي أبوه إزاي ليلة بس دي حبيت عليهم كده؟ ستة مش سهلة قابل يا دكتور وهم أنا نخصمتي معاها هو مش معاها هي وهم اللي اتنين واحد لا 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 الليلة ملهاش في الجو ده خالص ليلة دي بتشتغل اللي حسابها الخاص وإشام ده مجرد كبري بس لو حد تجيجة بمصارحها الخاصة لهمها شام ولا اللي خلفوها شام حضرتك قدر أولا يا بنتي أنا عمري ما حنسى اللي انت عملتي معايا حضرتك عارف أنك زي أبويا بالذبط لا يرحمه كالأعز صحابي حسابك من شغلك هنا بيتحول للبنك بالأرباح ما عنديش شك بس أنا لازم أستأذى لا 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 تمشي تروحي فيك انت استني عليها شوية هنفرح بك إمتى ما نشوف بقى عبدالله ظروفه إيه عبدالله ده الحكاية بجد بقى ما خبيش عليك يا دكتور بصراحة أنا كنت بألعب في الأول بس أنا فعلا خبيته